تفاصيلها، تفاصيل السيرة الدرامية اللي حالتك كتبتها التفاصيل اللي كنت حابب تقولها وقلت إيه في السيرة الدرامية وكانت إيه مصادرك برضو في التفاصيل المهمة اللي بتكتبها عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمام طبعا هي تفاصيل أنا يعني كنت حاليسة أن أنا أجيب أدق التفاصيل في حياتها الفنية وحياتها الخاصة يعني طبعا بحب شديد جدا لأنني كنت حابب أعمل ده مصادر التفاصيل سواء منها هي طبعا فاتن حمامة في بداية المشوار حتى في الخمسينات والستينات كلم بتعمل لقاءات وحتى بعد كده لما التلفزيون طلع سنة ستين وبدأوا طبعا يروحوا الفاتن حمامة أو يعملوا معها لقاءات فبدأت تحكي عن مشوارها وعن حياتها وبالإضافة لأنني كمان كنت طبعا برجع للمجلات والصحف اللي صدرت سواء في الأربعينات أو في الخمسينات أو حتى في الستينات وكان فيها كلام عن فاتن حمامة أو هي بتتكلم أو هي بتحكي المواقف حتى لما حصل في فترة من الفترات هجوم عليها هي وعمر الشريف بعد فيلم صراع في الوادي وقالوا كلام إنهم في علاقة وكده وحصل هجوم شديد في الفترة دية في الصحف على فاتن حمامة وعمر الشريف كان ده موجود في الصحف وموصق يعني فأنا أقصد نقولك إن عملية البحث عن المعلومة حتى لو معلومة صغيرة يعني أنا أعدت فترة طويلة جدا عشان عايز أعرف السلمة اللي تعرض فيها الفيلم بتاع أسيا اللي هو أول فيلم شافته في الحمامة لحد ما عرفت إنها كانت سلمة عادا في المنصورة دي معلومة قد تبدو للقارئ إن هي معلومة تفهى يعني لكن أنا بحس إن دي مسئولية بالنسبة لي إن أنا عايز أعرف كل التفاصيل وأدقق فيها وأوصقها بحيث إن الكتاب هيبقى موجود بعد كده لأجيال جاية ممكن تبقى زي وثيقة مهمة إن أي حد ممكن يرجع لها في أي وقت